السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بألف صحة وألف خير معكم أم أحمد من مطبخي مطبخ البيت المعمور ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المقلوبة باللحمة الضاني أحلى مقلوبة بأمر الله طبعا هنحضر اللحمة بتاعت المقلوبة الأول دي الصينية اللي هند اللحمة فيها صدمة طبعا هنولعها الصينية وبعد كده هنحط معلقة زبدة مقدوحة فيها طبعا زبدة سامنة اي حاجة الموجودة عندكم وطبعا هنسيب الزبدة تفك وبعد ما الزبدة فكت طبعا هنحط في الصينية اللحمة وما اللحمة تتحمر من ناحية بنقلوبة عن ناحية التانية هخلص كل كمية اللحمة بالشكل اللي عملنا مع بعض وارجع لكم شوحتها حطيتها في الحل اللي هنسلوها فيه ودول حبيتين قوطة متقطعين اي حاجة وهو في الفلاية وجزرية متقطعة دواير هحطها على اللحمة وبصلاية كبيرة مفرومة في الكبة وعصرة منها المي وطبعا مية البصل بنرميها ودي التوابل اللي هحطها على اللحمة معلقة في الفلاسمر معلقة ورق لورة مفروم وكعب ماجي وطبعا لو ما فيش ورق لورة مفروم بنحط اربع ورقات لورة وبعد كده هحط المية ومية سخنة طبعا وبعد ما حطيت المية على اللحمة وكل المكونات وبعد كده هغطي اللحمة وطبعا واللحمة بتستوي لو عزت مية بنحط له هسيب اللحمة تستوي وبعد كده شوف هنعمل ايه وطبعا على ما اللحمة تستوي دي الطاصة اللي هنقلي فالب التنجان والبطاطس والفلفة وطبعا هنسيب البطاطس تاخد لون وارجع له وبعد كده هقلب البطاطس وبعد كده هنطلع البطاطس وبعد كده هنطلع البطاطس وبعد كده هسيب البطاطس وطبعا الملح generous ونضيع البطاطس والتوابل اللي احنا حطناها. وبعد كده رجع لكم. وبعد ما سلقنا اللحمة مع بعض وقالنا البتنجان والفلفل والبطاطس. دوت الرز اللي هنعمل به المقلوبة. طبعا الرز دوت على حسب الكمية اللي انتو هتعملوه. ممكن تعملو نص كيلو. ممكن تعملو ربع كيلو. ممكن تعملو كيلو. على حسب الكمية اللي هتعملوه. وطبعا الرز دوت بخسله كويس. وبعد كده بنقعه قبل ما بعملو نص ساعة. ودي التوابل اللي هنحطها على الرز معلقة ارفة معلقة بابريكا معلقة كركم مكعب ماجي كل التوابل بمعلقة صغيرة. وبعد كده هقلب كل التوابل اللي حطناها ده هيت في الرز. وطبعا ما بنحطش ملح عشان الشربة عليها ملح وعليها كل حاجة. طبعا بنوزع التوابل كويس جدا في الرز. وبعد ما قلبت التوابل في الرز كويس. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه? نجي الحلة اللي هنعمل فيها الملوة. ودول ثلاث حبيات طماطم متقطعين دوير هنحطوهم في الحلة. وبعد كده هحط اللحمة. وبعد ما حطت البطاطس هحط الفلفل. وبعد ما رصت كل المكونات في الحلة بعد كده هحط الرز. وبعد كده هحط الشربة. هنحط كده الجزر دهية اللي كانت في الشربة. وبعد كده هقفل الحلة بالبتنجان كده. وبعد كده هحط الرز على البوتجاز. واما يتشرب كل الشربة اللي حطناها. وبعد كده نروح موطين البوتجاز على الرز يستوي على نار هادي. هحط الرز يستوي على البوتجاز وارجع له. وبعد المقلوبة ما استوت. وبعد كده هنقلبها مع بعض. ودي المقلوبة باللحمة الضاني بعد ما عملناها خطوة بخطوة مع بعضها. الطريقة دي للمقلوبة روعة. فوق الوصف. خيال. اعملوا المقلوبة باللحمة الضاني او باي لحمة. مش لازم لحمة ضاني. اعملوا المقلوبة باللحمة. بطريقة ام احمد وبأمر الله روعة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة. وبدعواتكو يا حباب قلب. حبكو في الله. ألفة هنا وشير. شير في الخير. نلتقي في فيديو بدي. سلام.